اشتركوا في القناة التشاور حول جدول اعمال الدورة التي ستنطلق في وقت لاحق مع تبادل وجهات النظر حول عدد من البنود المرفوعة من مجلس الجامع على مستوى المندبين الدائمين والذي عقد اول امس الاحد للتحضير الاجتماع الوزراء هذا والمزيد من المتابع معنا من مقر جامعة الدول العربية مراسل النيل منذر ابو دوح منذر هل يمكن ان تطلعنا على تفاصيل الاجتماع التشاوري واجندة العمل داخل الجامعة العربية قبيل انعقاد الكمة العربية القادمة تحياتي اليكم اتحياتي اليكم اعزائي المشاهدين بالفعل كان هناك جلسة مغلقة من قبل وزراء الخارجية العرب تم التشاور فيها البنود الاساسية المطروحة على اجندة وزراء الخارجية العرب قبل الاجتماع المفتوح الذي سيعقد بعد دقائق تقريبا هناك منقشات حول العديد من القضايا العربية وخاصة ملف النزاعات التي تحدث في بعض الدول العربية وسواء القضية السورية او القضية اليمنية او الليبية او ما يحدث في العراق وكذلك التأكيد على محورية القضية الفلسطينية وانها القضية الاولى للعرب جميعا وانها ستظل هي القضية الاولى الى ان يتم الانتهاء بالاحتلال الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية وكذلك رفع هذه البنود الى القمة المرتقبة التي ستوقع خلال ازواعين تقريبا في العاصمة الاردنية عمان هناك شبه التشاور يتم الان في الكلسات المغلقة والمؤتمر الذي سنتابعه الان بعد دقائق سيتم التحدث فيها عن هذه البنود التي ستم رفعها الى القمة المرتقبة نعم سنتابع معك هذا المؤتمر الصحفي من مقر جامعة الدول العربية مراسل النيل منذر ابو دوح شكرا جزيلا لك يلتق اليوم دكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي عددا من سفراء الدول الافريقية بمقر الوزارة ومن المقرر أن يبحث الجانبان فتح أسواق جديدة بمصر بالشراكة مع مصانح الانتاج الحربي من جانبها أوضح العصار أن الانتاج الحربي تفتح أبوابها لكافة دول القارة الافريقية في جميع المجالات التي تعمل فيها الوزارة مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على المشاركة في المعارض الدولية التقى الفريق أول صدقي صبح القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي ليونت زايتس وزير الزراعة والأغذية في بلا روسيا والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تداول اللقاء بحث عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتباب المشارك في ضوء دعم العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين التقى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي السيد ليونت زايتس وزير الزراعة والأغذية لدولة بلا روسيا والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تناول اللقاء بحث عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء دعم العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين إلى جانب الارتقاء بمستوى التعاون في مجالات المشروعات الزراعية والإنتاج الحيواني وأكد القائد العام على عمق الروابط والعلاقات بين مصر وبيلا روسيا وتوافق الرؤى تجاه العديد من القضايا والموضوعات مشيرا إلى انعكاس ذلك على تحقيق المصالح المشتركة لكل البلدين وأشار إلى اعتزاز مصر حكومة وشعبا بمدى ما وصلت إليه العلاقات بين مصر وبيلا روسيا في العديد من المجالات من جانبه أكد وزير الزراعة والأغذية لدولة بلا روسيا اعتزاز بلاده بعلاقاتها مع مصر مشيرا إلى أن المرحلة القادمة سوف تشهد تطورات ملموسة في مجالات المشروعات الزراعية والإنتاج الحيواني والداجيني حضر اللقاء الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة ووزيراء التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي وعدد من قادة القوات المسلحة بدأت القوات المسلحة في توزيع الحصة الرابعة من العبوات الغذائية المخفضة بواقع مليون عبوة جديدة في مختلف محافظات الجمهورية يأتي هذا القرار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهدف توفير الاحتياجات الأساسية من السلع التموينية والمواد الغذائية بأسعار المخفضة تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بدأت القوات المسلحة في توزيع الحصة الرابعة من العبوات الغذائية المخفضة بواقع مليون عبوة جديدة في مختلف محافظات الجمهورية بهدف توفير الاحتياجات الأساسية من السلع التموينية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة وذلك ضمن مخطط لطرح ثماني ملايين عبوة تموينية وطبقاً لأوامر القيادة العامة للقوات المسلحة تم التنسيق بين الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات التي تدخل في نطاق مسؤولياتها لتنظيم وتحديد نقاط التوزيع الثابتة والمتحركة وتسيير أسطول من السيارات المجاهزة للمناطق الأكثر احتياجاً خاصةً في المناطق النائية ووصول العبوات إلى أكبر قدر من المستحقين على مستوى الجمهورية وقد أشاد بذلك العديد من المواطنين طبعاً إحنا بالنسبة للكرتونة دي بتوفرنا توفير جيمة هذه الكرتونة بتعدل 50 جنيه لأخذها 25 جنيه دعم من سيد رئيس الجمهورية ربنا يباريكم لأنه ويحفظ لأنه ويحفظ لأنه على البلد الحمد رب العمين يعني فطبعاً نرضي الزيت نمسم مخوضة الكرتونة مخوضة بـ 25 هتوفر معي نرضي 65 جنيه طبعاً كهوط المسلاحة طبعاً هي اللي بتشف عليها فطبعاً تلاقي حاجة نظيفة وحاجة جميلة والوزن طبعاً حاجة حالة دي بره ولا 70 جنيه وهنا دوقتي في الجيش بـ 25 جنيه يعني قطخير الدولة وقطخير الجيش مبسوط عشان بالغلاب إحنا غلاب بتفوكوا كربنا دي بتفوكوا كربنا يعني عملنا كتير يعني مئزاس الزيت فيها بايه ولا كيلو السكر الحمد لله ربنا يخلينا سيسي يا رب وخلي الشعب ويحمي مصر يعني كرتونة محتواتها جميلة جداً وبـ 25 جنيه كوات المسلحة دايماً للعطاء والجودة وبتدينا دايماً كل حاجة طبعاً منتظرين منها الأكتر وأكتر من كده بقى مكارونة وسكر ورز وزيت وشاي وقدة بل حضراتك وفيها الصلصة يعني الحاجات دي موفرة معانا كتير قوي عن برها يعني تحيا مصر فعلاً تحيا مصر سيارة الكرتونة أخذها بـ 25 جنيه لو أجيبها مبارة بـ 75 جنيه هو كتلخيره بصراحة هو يعملي إذا خد البلد زي ما كن واحد خد بلد بالدينة وبيسدي في حبة حبة كتلخيره بصراحة أنت ما كن لديك دينة بسدي واحدة واحدة وتتعب هو كتلخيره برضك إحنا حسبناها تلعب بـ 70 جنيه بناخدها بـ 25 فيها أزاز الزيت وكلو سكر وبتنفع يعني في البيت إحنا زي أيا ما بلقيش بره جميلة طبعاً في ظل الغلاء اللي إحنا فيه الحمد لله يعني إن فيه حاجة بتخفف عن الناس طحية مصر إحنا ملناش غيرهم سنديننا يعني في الغلاء وفي الرخص وفي الحرب وفي السلم سنديننا في كل حاجة الحمد لله على وجودهم حاجة موفرة وسلعة كويسة أنا جردتها قبل كده حاجة آخر جودة ما فيش بعد كده طحية مصر طبعاً إحنا لدينا غيرها كما شهدت نقاط التوزيع إقبالاً لافتاً من الجماهير لشراء العوات التي يتم طرحها بنصف ثمن التكلفة وذلك في إطار الجهود المبدولة من قبل الدولة ومؤسساتها المختلفة للمعاونة في تخفيف العبء عن كاهل أبناء الشعب المصري تعقد اليوم اللجنة المؤقتة التي شكلت من قبل مجلس الوزراء لمباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين تعقد أول اجتماع لها لترشيح ممثلين نقابة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام ومن جانبي أكد رئيس نقابة الإعلاميين حمد الكنيسي أن اللجنة تناقش تشكيل اللجان المختلفة للنقابة بل ورط ميثاق الشرف الإعلامي مشيراً إلى أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها بمبنى ماس بيرو لحين تحديد مقر للنقابة أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية سامح شكري لمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل دشنت لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وقال أبو زيد أن الزيارة تم نلوها بالإعلان عن وثيقة أولويات المشاركة بين الجانبين تمهيداً لانعقاد مجلس المشاركة المصرية الأوروبية خلال الفترة القادمة وأشار أبو زيد في تصريحات صحفية اليوم عقب عودتهم بروكسل برفقة وزير الخارجية إلى أن جميع الوزراء الأوروبيين حرصوا على التحدث باستفادة عن استراتيجية العلاقات الأوروبية المصرية وأهمية دعم مصر اقتصادياً وسياسياً باعتبار أن استقرار مصر ونجاحها يعد مصلحة أوروبية أساسية تواصل السلطات المصرية تفتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة استثنائياً لليوم الثاني على التوالي وحتى غداً الأربعاء تأتي هذه الخطوة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للسماح بعبور الحالات الإنسانية والمراضية والطلاب في الاتجاهين في الصالة الخارجية من معبر رفح البري ينتظر المئات من المسافرين الفلسطينيين انتهاء إجراءاتهم للسماح لهم بالسفر ثلاثة أيام من فتح المعبر من شأنها التخفيف من حدة المعاناة المتعلقة بالتنقل والسفر فمع إعلان فتح معبر رفح البري توافد مئات الفلسطينيين المسجلين للسفر للالتحاق بالحافلات المخصصة للتنقل عبر الحدود الفلسطينية المصرية الحاج جواد وزوجته ينتظران هنا لإنهاء إجراءاتهم حيث يسافران للقاء أبنائهم بالخارج واستكمالا لرحلة علاج طويلة أنا جيت عملت علاج هنا واستفدت عليه وهي أكمل علاجي عندي أولادي برضو وأتمنى للمعابر يكون أسهل وأسهل وأسهل معبر رفح مهم جدا إلنا ولغيرنا يعني وللجميع زي ما أنا شايفة يعني الناس والمرضى والعينين وأطفال يعني بنتمنى أنه يصير دايما إن شاء الله مفتوح معبر رفح أحمد عبدين الطلبة المسجلين بالجامعات في الخارج لهم الأولوية للسفر بالإضافة للمرضى وحملة الوثائق الأجنبية والحالات الإنسانية وخلال أيام عمل المعبر يتمكن الفلسطينيون بالخارج من العودة إلى القطاع نرى أن هذا اليوم يصير بشكل جيد نشكر السلطات المصرية على اتخاذ قرار فتح المعبر لهذا اليوم ونريد أن نثمن أيضا عاليا اتخاذها إن شاء الله في المستقبل تسهيلات أكثر لسكان قطع غزة ويعاني سكان غزة من حصار خانق تفرضه إسرائيل حيث تمنع أهالي غزة من التنقل بين الضفة الغربية والقطاع ليأتي فتح المعبر على نحو استثنائي ليخفف من وطأة الإجراءات الإسرائيلية المكبلة لحرية الحركة والسفر ماجد شبلاغ للنيل غزة فلسطين شن سلاح الجو الليبي غارات جوية على أهداف لسرايا الدفاع عن بنغازي في منطقتين رأس لناف والنفلية وأقال الناطق الرسمي لقوات الخاصة إن مقاتلة عمودية استهدفت ثلاثة أهداف لسرايا الدفاع عن بنغازي مؤكدا أن الغارة أصبت أهدافها بدقة كان رئيس الحكومة الليبية المؤقتة أبن الثاني قدم أن الليبيين على الأوضاع بمنطقة الهلال النفطي منتقدا صمت المجتمع الدولي وسلبيته إزاء هجوم الجماعات الإرهابية على تلك المنطقة الاستراتيجية ترجمة نانسي قنقر وصل رئيس الوزراء العراقي حيدر لعبادي إلى مدينة الموصل في زيارة ميدانية لتفقد القوات المشاركة في العمليات العسكرية ضد داعش جاء ذلك في عقب التقدم الكبير الذي أحرزته القوات العراقية حيث استعادت السيطرة على المجامع الحكومي لمحافظة نينوة في وسط الجانب الغربي للموصل والذي يضم مبنى المحافظة ومجلس المحافظة وخيادة الشرطة كما تمكنت الكوات العراقية من استعادة الفرع الرئيسي للبنك المركزي بالمدينة بالإضافة إلى مبنى محكمة العدل الرئيسية لداعش وذلك خلال عملية عسكرية أصفرت عن مقتل العشرات من مسلحي التنظيم الإرهابي استمراراً لعمليات تحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي تمكنت قوات الشرطة الاتحادية العراقية من السيطرة على مباني حكومية في حي الدواسة بالسحل الأيسر غرب مدينة الموصل مركز محافظة نينوة شمال العراق بإسناد من طيران الجيش العراقي وسيطرت قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع على شارع الدواسة ومباني مدرية الشرطة ومدرية الماء والطاقة في الساحل الأيمن بالموصل كما حققت الوحدات العراقية تقدماً باتجاه مركز مدينة الموصل بعدما حررت وحدات الرد السريع حي الدندان غرب المدينة الحمد لله وشكر جدرنا اليوم بكوقية قياس طبعاً أن نحرر منطقة الدندان كامل وهذا نحن سوينا خطوط الصد وقواعد النار على نهاية منطقة الدندان ودخلت القوات العراقية لحي الدندان مدعومة بالمدفعية الثقيلة في حرب شوارع ضد مصلح تنظيم داعش الإرهابية بس أكيد ما بعد منطقة حي الدندان هي استمرار قطعات بالتقدم للأمام اللي هي المناطق التي تصير بعد أكثر ضيق داخل المنطقة أو وسط المحافظة المحافظة الموصل ودخلت القوات العراقية لحي الدندان مدعومة بالمدفعية الثقيلة في حرب شوارع ضد مصلح تنظيم داعش الإرهابية وفي نفس السياق تمكنت قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية العراقية من السيطرة على مبنى المتحف القديم بالساحل الأيمن بمدينة الموصل